هذول الاثنين أحدهم متدين مؤمن متقي والآخر بعيد قابيل إنسان بعيد عن الإيمان وهابيل إنسان مؤمن متدين المؤمن المتدين كان مقرب عند أبيه قصة بعضهم يقول أنه هذول تحاسد على الفتيات يذكرون على أنه كان حوّع عليها السلام في كل ولد في كل بطن لما تولد يجيها ولد وبنت توم كانت تتولد وكذلك في البطن الثاني كذلك البطن الثالث كذلك فكان آدم على نبينا وآله وعليه السلام يجوج ولد هذا البطن الأول من بنت البطن الثاني وكذلك الولد من البطن الثاني مع البنت هذه الرواية لعلها تكون بعيدة عن إفة القرآن الكريم وإفة الدين ولعله هناك توضيح أفضل من هذا لما أجأ واحد سأل الإمام الصادق سلام الله عليه قال لي ابن رسول الله هل صحيح أنه كان الأخ يتزوج من أخته الإمام الصادق عليه السلام قال معاذ الله وتعالى الله عز وجل عن ذلك ألوا كبيرا كيف يكون الأنبياء والأصفياء والأولياء والأتقياء وعباد الله الصلحاء يكونون من هذا النسل أخ يتزوج أخته بعد ذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول بعض الحيوانات ما تتزوج الأخوات والأهل فكيف ببني البشر وقد كرمهم الله عز وجل قال لي إذن كيف تزوجوا وكيف تكاتروا قال له إن الله تبارك وتعالى خلق للذكور أُناث وخلق للأُناث ذكور مو معنى أنه لما الله عز وجل خلق آدم وحواء عليهم السلام بعد الله ما خلق غيرهم من التراب احلى اللاحظ أنه عيش ابن مريم عيش ابن مريم الله تبارك وتعالى خلقه من أم غير أب فلما يأتي ويتحدث عن عيش ابن مريم قال إن مثل عيش عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ومع أنه عيش ابن مريم ابن مريم وليس له أم فهو ابن آدم فالله تبارك وتعالى خلق للأُناث ذكور فتزوجوا بنات آدم فأولادهم هم أولاد آدم وخلق للذكور أُناث فأولادهم هم أولاد آدم عليه السلام حتى ما يحتاج إلى أنه احنا نجي نقول هذا كان كان حراماً كان حلال فأصبح حلال أصبح حرام أبداً تجد لسنة الله تحويله أنه يجي واحد يتزوج أخته يتزوج أمه على أساس هذا عمل جاهلية وهل أن أحكام الله عز وجل قاسرة أو هل أن الله عز وجل ضعيف وليس بقادر أن الله تبارك وتعالى قادر إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فالمسألة مو مسألة أنه حسد أخاه على أخت لأنه هذه أجمل وذيك لا أبداً أبداً مو هذه وإذا كانت هذه المسألة كان يجي وجه أخت ثانية إذا كانت ولا عياذ بالله وإنما كان هابي المقرب فكان موضع سر موضع ثقة هنا حسده قابل قابل حسد هابيل والعياذ بالله من الحسد نستجير بالله من الحسد لاحظوا هذه وحدة وحدة من الأشياء التي تمنع الإنسان وإن كان عابداً وإن كان مؤمناً وإن كان متديناً إذا كان حاسداً فلا إيمان له ولهذا في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لأن الحسد أول ما يعود وباله وشره يعود على الحاسد نفسه كيف؟ الحاسد هذا يعترض على أمر الله عز وجل أنه ليش الله تبارك وتعالى أنعم على فلان ولم ينعم عليه هذا الحسد فهذا اعتراض على أمر الله الاعتراض على أمر الله من قلة الإيمان من ضعف الإيمان ولربما من أدم الإيمان الإيمان ليس الركوع الركوع والسجود فقط هذا مظهر ثانيا الحاسد يبدأ يكيد للإنسان المحسود يحاول أن يسقط يحاول أن يؤذيه يحاول أن يشوه سمعت يتكلم عليه ولذلك في الحديث أدنى عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب لله در الحسد ما عدله بدأ بصاحبه فقتله نستجير بالله من الحسد دائما لازم الإنسان يكون راضي بقضاء الله أز وجل راضي بما قسمه الله أز وجل وإذا رأى إنسان منأم بنعمة أتوجه إلى الله أز وجل أرفع يدي إلى الدعاء أقول اللهم إني أسألك من فضلك نعم فأسأل الله من فضله الله تبارك وتعالى الذي أعطى لهذا يعطيك والذي أعطى للخلق يعطيهم ولو أعطى الدنيا بما فيها لعباده ما نقش من ملك الله شيء ما ينقش من ملك الله شيء إذن علام الحسد اشترى شيارة جديدة أبارك له أفرح له حب لأخيك ما تحب لنفسك اشترى دار جديدة هنيئا إلى عليه بالعافية أفرح لأخي المؤمن الناس لازم يكونون جسد واحد وأسرة واحدة وقلب واحد يفرحون لبعضهم البعض فحسده حسد أخاه على نعمة القرب طيب هذه بإمكانك أن تكون أنت كذلك أنت بإمكانك أن تكون أنت من المقربين لكن لا فأجى إلى أبيه قبيل أجى إلى أبيه آدم على نبينا وآله وعليه السلام قال له أبا أنت قربت أخي دوني ليش مع أنه أصغر مني سنة قال له ولدي قبيل مو عن اللي قربته هو الذي قرب نفسه هو إنسان متدين هو إنسان متقي هو إنسان يكتم السر هو إنسان مع الله أز وجل بار بوالده الله تبارك وتعالى جعل محبته في القلب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده قال له لا لازم أنا أكون مقرب قبله آدم على نبينا